جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب مؤكدا أنه يستحيل طرد تنظيم داعش دون التعاون مع دمشق يتصريح الروسي على وقع تطورات ميدانية في المشهد السورية لا سيما في محيط العاصمة وحلب أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده قدمت وسط واصل تقديم المساعدات العسكرية التقنية إلى سوريا في مواجهة العدوان الإرهابي المتمثل بتنظيم داعش داعيا الدول الأخرى للانضمام إلى هذه الجهود وقال بوتين في كلمة له خلال قمة منظمة المعاهدة الأمن الجماعي أنه يستحيل طرد تنظيم داعش من سوريا دون التعاون مع دمشق التي أعلنت استعدادها لإشراك القوى السلمية من المعارضة السورية في عملية الإصلاحات السياسية ميدانيا تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوري وجيش الإسلام بقيادة زهران علوش يساندهم مسلحون من فصائل أخرى بمحيط ضحية الأسد وحرستة وصولا لعدرة وبرزة في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق فيما شهدت المعارف في تلكرد المطل مباشرة على دومة معق الجيش الإسلام احتداما عنيفا فيما استعاد الجيش السوري تلالا مطلة على الطريق الدولي الرابط بين دمشق وحمص إلى ذلك قال ناشطون إن هجوما عنيفا شنه مسلحون نور الدين زنكي التابعة للجيش الحر والجبهة الإسلامية التابعة للنصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا على مواقع للجيش السوري في حلب من محاور عدة تركزت في محيط جمعية الزهراء والراموسة بالتزامن مع عشرات القذائف الصاروخية التي أطلقها المسلحون على الأحياء السكنية الحلبية ما أدى لعشرات القتل والجرح من المدنيين من جهة أخرى أدى تفجير انتحاري جديد بسيارة ملغومة إلى سبعة ضحايا مدنيين وجرح 52 آخرين في حي المعيشية بمدينة الحسكة